ضيفتنا الكريمة تتميز بإرادتها القوية وعقليتها المريئة بالأفكار الحيوية والمتميزة نجحت في ترك العديد من البصمات وما زالت فهي مبدعة دائما ومتألقة وهذا ليس بغريب عليها فهي كريمة الأمير الرابع عشر لدولة الكويت رحمة الله عليه شيخ سعد العبدالله ربي يرحمه ان شاء الله ويطيب ثراه رحب ضيفتنا الكريمة التي نكون لها كل التقدير والاحترام رئيس مجلس سيدات الأعمال العرب وأفضل سيدة أعمال عربيا وكذلك رئيس الاتحاد العرب الأفريقي ورئيس الاتحاد الكويتي لسيدات الأعمال الشيخ الدكتورة حصة سعد العبدالله الصباح السلام خير دكتورة وحياة الله الله يسلمك الله حيك بتركي سعيدين من اللقاءنا معاك وبارك الله فيك بهذه الجهود الطيبة وهذه الجهود النيرة وفعلا هي مفخرة للكويت الله يسلمك الله يسلمك اليوم هذه الانجازات أنتوا ملامين إعلاميا نوعا ما ما في تكثيف إعلامي على هذه الأعمال اللي قمون فيها ومو شي بسيط هذا الاتحاد عربي وأفريقي وكويتي يعني وين النشر الإعلامي في هذا الموضوع دكتورك يمكن أنا من كثر شغلي والسفري كثير يعني يمكن لازم أركز أكثر هاليومين أكثر إعلاميا في الكويت وبعدين إنشاء الاتحاد الكويتي للصحبات المهن والمشاريع الصغيرة وإن شاء الله وزارة الشؤون تقل لنا تقر المقر لنا هيكون فيه دعم أكثر وشغل أكثر وإبراز دور المرأة الكويتية في الأعمال نعم اليوم المرأة الكويتية تحديدا ورح ننطلق إلى الخليجية والعربية لكن كيف تقيمين اليوم حراك المرأة الكويتية اتجاه الأعمال هل إحنا وصلنا اليوم بالمرأة الكويتية فعلا إلى اتخاذ القرار الاقتصادي المشاركة في الحركة الاقتصادية الكويتية تطبيق المسعى تجاه تطبيق رؤية سيدي صاحب السمن الكويت مركز مالي وتجاري أين حرك المرأة في هذا الاتجاه؟ طبعا إحنا إذا ننظر اليوم على الجيل الجديد الجيل الجديد مش جيلنا إحنا اللي تخرجنا قبل الجيل الجديد يدرسون أي نعم يأخذون شهادات لكن في عندهم رغبة أنه يواصلون على فكرة عندهم والأهالي راضية بهذا الشيء اللي كان إحنا أهالينا لازم تذكرين مهندسة أو دكتورة أو معلمة بالعكس يعني عندنا دار الفنون اللي يعمل لكها يعني عندنا بناتيون يشتغلون كيوم يأجرون الدار الفنون ويتبقون ويبقون الطبخ مالهم هذا الشيء ما كان موجود كان محرم علينا كفتيات أنه نقوم بهذا الشيء نلاقي كل الفتى والفتاة الكويتية اليوم إذا عندها فكرة فكرة ناجحة وقدرة تأخذ التمويل والتدريب على هذه الفكرة تنجح فيه وبالعكس أنا شوف اليوم أنه كل الفتيات اللي يتخرجون والشباب الكويتي يتجون إلى القطاع الخاص وليس القطاع الحكومي نعم اليوم دور الاتحاد في هذا الاتجاه حضرت تنتظرين وذكرتي قبل قليل أنه من وزارة الشؤون إن شاء الله تشهر هذا لا إن شاء الله هو الاتحاد إن شهر ننتظر المقر المقر يوفرون لكم أيضا وزارة الشؤون يوفر لكم المقر طيب الآن دور الاتحاد في هذا الاتجاه هذا الاتحاد لما يكون عنده المقر حيتدي بالحاضنات تدريب يعني في شتى حاضنات مختلفة يكون فيها تدريب للفتيات والشباب الكويتيين مثل التصوير مثل خياطة طبخ خط العربي أي شيء فكرة تكون عند فتاة أو شاب كويتي نعم تطورونها نطورها هنا تسقلونها أكثر يسقلونها بعد سنة ستين يتخرج هذا الشاب أو هذه الفتاة وتدخل بالتجاري أكيد دكتورة أن هذا أنت وضعته لها استراتيجية وخطة أكيد كيف هو الهدف المستقبل اللي أنتوا رسمينه هدف أنه نطور إحنا المرأة الكويتية حتى المرأة اللي لا تعمل تعمل من البيت ممكن تعمل في البيت مهو لازم تكون تجي على تفتح محل ممكن تعمل من البيت على الكمبيوتر تسوي لها وقصاعد تسوي لها على الإنترنت تبيع أشياء على الإنترنت فهذه سهل كثير التواصل طبعا كرئيس مجلس سيدات أعمال العرب لـ 18 سنة بدأنا في هذا المجلس وإحنا 22 16 دولة بعدين 22 دولة شون التواصل من غير الإنترنت اليوم أنا أقدر أكلم النوابي صحيح بالواتساب صحيح يعني في اللي أقاموا يعني لأنه هما صحيح أربع سنة وخرجوا عدد كبير من الشباب والشعبات شيخة هل في بالكم أن في المستقبل الغريب يعني يكون هناك مؤتمر يحتوي هذه التجارب للاحتكاك لتبادل الخبرات هل هذا مرسوم في ذهنكم أيضا؟ أعردي إحنا قمنا مؤتمر في جمهورية لبنان في العام الماضي في أكتوبر وإن شاء الله في شهر أربعة من هذه السنة في تونس جمهورية تونس مؤتمر كبير لصاحبات المهن والمشاريع الصغيرة المتوسطة وكل الدول العربية والدول الأجنبية اللي هي معانا هتكون متواجدة يعني تعملون مهرجان في كل دولة للعاملين الحرافيين نفسهم في بلدهم لكن هل في بالكم أن يعني الحرافيين يتلعون من الدول الخليج والدول العربية الأخرى مع بعض يتشاركون يتقابلون كل واحد قبل ما نطلع للمؤتمر كل واحدة مثلا من الكويت من الاتحاد الكويت يتقول والله أنا مهتمة بهذا الشي فنقوم إحنا ندور لها في مجالها من تونس من المغرب من دول العربية اللي هتشارك في هذا المؤتمر ويقعدون في يوم ومع اليونيدو يقعدون وسير سوينا في البحرين ونجحنا سوينا أكثر من 15 مليون إن شاء الله فنطلع في تونس إن شاء الله في نجاح نعمل مع اليونيدو أنا السفيرة الناشطة اليونيدو نعم فإن شاء الله يكون معنا وإن شاء الله ننجح في التواصل التجاري بين هذه سيدات الدول العربية يتبادل خبرات يتبادلون الصفقات إنشاء عمل وروح عمل جديدة وتتمون بالجانبين الفتيات والشباب والشباب حتى الحين قاعد نطور الزراعة المرأة والزراعة المرأة والزراعة خليها بعد الفاصل نتكلم بالتفصيل شنو موضوع الفاصل المشاهدين أو نعود إن شاء الله أبقوا معنا الشيخ الدكتور رحصة سعد العبدالله الصباح رئيس مجلس سيدات الأعمال العرب ذكرتي حضرتك قبل قليل المرأة والزراعة حتى نوضح للمشاهد الكريم أنت حضرتك ترأسين الاتحاد الكويتي والأفريقي والعربي أيضا لمجلس سيدات الأعمال لذلك أنت ما شاء الله الشأن كبير ومتوسع جدا فاليوم المشاهد اللي تابعنا المحلي لما يستغرب هذا الأمر لما يقول المرأة والزراعة والكويت بلد غير زراعي فشتر الدين وشتعلقين على المؤمن طبعا نحن نطلع على الدول الزراعية مثل جمهورية مصر مثل السودان شمال أفريقيا هذه الدول من الأردن لبنان فيها المرأة والزراعة يعني من الأجل المرأة تزرع هي اللي تزرع فهي تحصد كذلك فاليوم احنا عندنا تجربة في جمهورية مصر مع الأستاذة راوية منصور أن المزرعة هي تتكفل أنه تصرف على نفسها من كانت الطاقة فهي عندها كل الأشياء للطاقة ومن نفس الشيء تحرق كل المواد اللي تستعملها في الزراعة فتتأخذها لل إعادة التطوير ورسال وكل هذه الأشياء فأخذنا هذه التجربة إن شاء الله إلى السودان اليوم نناقش مع الحكومة السودانية على أرض كبيرة نتمنى تكون يم النيل نعم عشان أسهل للسقي وكذلك إن شاء الله سأكون في شهر ثلاثة في الداخلة في مملكة المغربية في مؤتمر كبير كران مونتانا كذلك سنناقش الاستثمار هي الزراعة والطاقة الزراعة والطاقة في المملكة المغربية ونتحدث أنا لتكون موضوعي عن المرأة في الزراعة ممتاز يعني هذه مشاريع ضخمة وكبيرة هل يعني رحلات مؤتمرات ندوات دكتورة لازم لازم في داعم لهذا الموضوع من يدعمكم اليوم من هو مظلتكم اليوم اللي تنطلقون من خلالها عندنا داعم طبعا الاستراتيجي اللي احنا نتكل عليه يعني جديا هو سمو الأمير الملكي الوليد بن طلال نرفع للمشاريع الكبيرة اللي تحتاج تمويل كبير احنا ما لناها طاقة احنا عندنا مثلا مشاريع صغيرة ممكن نلاقي التمويل من بنوك او من مشاريع او من اصحاب الخير لكن لما يكون مشروع كبير مثل هذه المشاريع اللي تطرح سبول الأمير الملكي الوليد بن طلال في مكتبة هم يراعون هذه المشاريع يدرسونها ويكون المشروع تمويلا من خمسة لعشر سنوات فلاها المرأة نوعي أي مشروع يكون ناجح الأمير يعني انتو اليوم تبحثون او يعني تخلقون ان المرأة تكفى نفسها بنفسها وتعين نفسها بنفسها وتكون انسانة منتجة لأسرتها ولبلدها ولمحيطها هذا اللي تبحثون عنها ام تبحثون اعطاء فرص لسيدات الأعمال العرب والأفريقيات ايضا بهذا الجانب انتو سيدة أعمال تعالي وظفي أموالك ورأس أموالك بهذا الاتجاه شنو بالضبط حتى نقرب الصورة احنا اثنين احنا ندرب ونمول ونفس الشي نعطي الفرص للمرأة مثلا نتطلع اليوم إلى كل الدول تتطلع إلى أفريقيا اليوم مو بس احنا يعني احنا كسيدات ناشدونا سيدات الأفريقيات في المؤتمرات اللي نحضرها ناشدونا انه ليش انت يا مرأة العربية بعيدة عننا فأنا اليوم رحتنا قبل سنة إلى جنوب أفريقيا وقابلنا الملكة الأم وحتكون ان شاء الله في مراكش في شهر خمسة لقاء كبير مع السيدات الأفريقيات هذا غير شهر ثلاثة المؤتمر رح يكون بالمغرب غير فتلاقيينه في مؤتمرات كل شهر في مؤتمر في هذا ثلاثة بالمغرب أربعة في تونس خمسة في مراكش خمسة في مراكش المغرب مرة ثانية فهذا حيكون لقاء بين جنوب والشمال يسمونه جنوب والشمال بين أفريقيا والدول العربية وتترأسها الأميرة تغريد زوج حرم الأمير محمد بن عبد الله هذا حيكون بين أفريقيا وبين يعني الكويت أنا مثل الكويت والخليج والأميرة تغريد مثل الأردن واللبنان والدول هذه وعندنا الملكة الأم اللي هي من جنوب أفريقيا تمثل أفريقيا فنتواجد في مراكش جميل حيكون مؤتمر كبير يعني نناقش شنو احتياجات المرأة الأفريقية وشنو نقدر نساعدهم شيخة على مستوى الحكومات اللي تستضيفكم هل في يعني الدعم الكافي لكم والاستقبال توفير والله رؤساء ساري يهتمون جميل يعني فيه اهتمام خاص من جلالة الملك محمد السادس في المغرب كان كنا في زيارة لمراكش يعني احنا قايمين فيها أعطانا طيارة خاصة أن نروح الداخلة ونشوف شنو المشاريع اللي ممكن نعملها في الداخلة والمؤتمر حيكون في الداخلة حيكون طبعا مع وزير الاستمار المغرب ونشوف شنو المشاريع اللي ممكن نستفيد منها ربي وفقكم إن شاء الله أيضا في الأمس قدمت لحضرتك في المؤتمر العديد من المبادرات المتعلقة لدعم السياحة في مصر نعم تكلمين عن هذه المبادرات هذه المبادرات هي اثنين مبادرة دعم السياحة في الأقصر اللي هي طبعا مدينة الأطار ثلثي أطار العالم في الأقصر والغردقة إن شاء الله حنكون في القردقة في شهر ثلاثة اليوم جارس البحث إنه نعمل مؤتمر وحفل تحت رياضتي أنا نعم مشروع سياحة تحت موضوع الشيخ حصك كسفيرة النواية الحسنة وأنا طلع إنه يكون هنا كزمرة أو جمع من الكويتيات والكويتيين لحضور هذا الحفل إن شاء الله في شهر ثلاثة أربع وشرين ثلاثة إن شاء الله من أربع وشرين لسبع وشرين ثلاثة في الغردقة حيكون إن شاء الله يعني دعم من الشعب الكويتي لهذا الحفل لأنه أنا السفيرة يعني النواية الحسنة فأطلب من إذا قبلت بعض المبادرات يعني قبلنا وفي الأقصر إن شاء الله يحيكون مؤتمر ثاني وطبعا يعني شرفني أن يكون شعبي كويتي يكون موجود معا دكتورة لازم حملات إعلامية قبلها حزن نحن وياكم ويدنا بيدكم نحن وياكم أيضا نريد أن نتحدث وصلت وضع على الإنجازات القريبة إلى قلبك ولكي إجازات كثيرة وعديدة يعني نحصيها في هذا اللقاء ولكن إذا حبت تستذكرين معنا ومع المشاهد الكريم الإنجاز اللي أنا وايت قريب على قلبي كانت هي لما انشأت جمعي مكافحة الإدمان والمخدرات نعم هذه قريبة على قلبي بعد يعني عمل عشر دقوب فيها عشر سنين كرمتني الأمم المتحدة والمكتب الإقليمي في جمهورية مصر ليه هذه شهادة هذا الدرع اللي نشوفه دكتورة نعم أنا ما شوفه من بعيد المشاهد هذه مجموعة من الصور العديدة والتكريمات والدروع والشهادات هذه الشهادة الأخيرة لجمعية مكافحة المخدرات دكتورة هذه يفتكر تونس لا هذا المتدى الأول قبلها كانت المخدرات نعم هذه أيضا من ضمن الإنجازات العزيزة الأخيرة وكذلك طبعا الشيء اللي أفرح فيه كان لما شفت الوالد الأمير الوالد وصوله إلى دولة كويت مع تحرير الكويت وقبل أرض الكويت هذه كانت الفرحة الكبرى بالنسبة لي بارك الله فيك وهذه فرحة لنا كلنا وانتوا خير من يمثلنا في هذا المقام وهذه الاحتفالات ربي وفقتك دكتورة سعد جدا وتشرفت باللقاء مع حضرتك وان شاء الله يكون تقطية متبادلة في هذه المشاريع وتمكن المرأة المحلية والخليجية والعربية والإفريقية والعالمية ونضاهي الدول الغربية والأوروبية بهذه المجهودات الكريمة شكرا جزيلا دكتورة شكرا الله يسلمك كل الشكر إضافتنا الكريمة الشيخة الدكتورة حصة سعد العبدالله الصباح رئيس مجلس سيدات الأعمال العرب ورئيس الاتحاد العربي الأفريقي ورئيس الاتحاد الكويتي لسيدات الأعمال شكرا جزيلا له وبرك الله بجهودها وبرك الله بجهود العاملين معها والدعمين معها دائما لرفعة الكويت وأيضا المواطن والمقيم على هذه الأرض الطيبة